السلام عليكم طلابي العزاء أهلا وسهلا بكم بمحاضرة جديدة من سلسلة محاضرات رياضيات الخامس علمي وصلنا إياكم طلاب إلى السؤال رقم 4 من تمارين 5 أربعة صفحة 87 طبعا هذا السؤال مزعج جدا يعني من أقول لك مزعج مزعج بس يعني نوعا ما يريد شوية تركيز ركزوا يا إن شاء الله راح أبسط إليك حل هو مطول ربما هسته بالمدرسة ما ما أخذينه بس أنت استفاد من عنده يعني خاط مثلا بالمدرسة ما ما أخذينه استفاد من المعلومات مالته يفيدك إن شاء الله يعني هو هي علمية تفيدك علميا يا سم وشرط اللي يجيب الامتحان فانتبهوا يا طلاب أما هذا ما أخذينه إن شاء الله راح أبسط إليك وخليك تفهمه إن شاء الله يقول إذا كان كل من ألفا وبيتا طبعا هذا ألفا وهي بيتا زاوية حادة موجبة بحيث حادة موجبة بحيث بيتا زاد ألفا يطيني خمسة واربعين بحيث بيتا زاد ألفا يطيني خمسة واربعين وكان تان ألفا على تان بيتا يساوي لاثنيا على ثلاثة يقول فأحسب تان اثنيا ألفا وتان اثنيا بيتا طبعا إحنا إذا أريد نحسب تان اثنيا ألفا وتان اثنيا بيتا لازم شنطلع لازم نطلع التان ألفا ولازم نطلع التان البيتا زينا أنا ما عندي لا تان ألفا ولا تان بيتا هو هنا ش منطيني؟ منطيني بيتا زايد ألفا يساوي خمسة واربعين ومنطيني معلومة التان اثنيا ألفا العفو التان ألفا على التان البيتا يساوي اثنيا على ثلاثة طبعا إحنا من خلال المعطيات اللي عندي راح نولف فد علاقة أو فد قانون نقدر نستخرج من عدة التان ألفا والتان البيتا فتعالوا يا طلاب أول ما تبدي الخطوة الأولى أول خطوة تبديها أنه أنت لازم ش تجيب لازم تجيب البيتا نجيب البيتا زايد ألفا المفتاح هنا بيتا زايد ألفا ايش قدي يساوي؟ يساوي لك خمسة واربعين ايش راح أحول؟ راح أحول الألفا فاش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بيتا يساوي يساوي خمسة واربعين ناقص ألفا بيتا يساوي لي خمسة واربعين ناقص شقد ناقص ألفا أول خطوة من الخطوات تجيب شنو؟ بيتا زايد ألفا يساوي خمسة واربعين الألفا تتحول فاش راح يصير عندك؟ راح يصير بيتا يساوي خمسة واربعين ناقص ألفا زين فتعالي لهاي العلاقة مالتك اللي هي العلاقة شمطيك هنا مطيك تان تان الفة على شنو على تان بيتا شي ساوي لك يساوي لك اثنيا على ثلاثة هذا يؤدي هذا يؤدي فتعال عوق تان الفة تنزل تان الفة ينزل على خط كسر التان هنا ينزل البيتا اش قد طلعناها البيتا هاي البيتا قيمة البيتا اش قد طلعناها او اش قد تكوننا منعدها علاقة خمسة واربعين ناقص الفة البيتا يساوي خمسة واربعين ناقص الفة فتعال نزل التان البيتا اش اعوض مكانها اعوض مكانها الخمسة واربعين ناقص الفة اش يساوي يساوي لك اثنيا على ثلاثة احنا ش راح يسوي راح اضرب وسطين في طرفين راح اضرب حاصل ضرب الطرفين هذا هنا في ثلاثة وهذا في ثلاثة فاش راح يصير عندي راح يصير عندي كالاتي تبهوا يا اي تان الفة في ثلاثة راح يصير شنو عندك ثلاثة تان تان الفة ويساوي اثنيا في هذا كله راح يصير اثنيا في ثلاثة افتح قوس خمسة واربعين ناقص الفة واضح اذا اجيت هنا منطيني تان الفة على تان بيتا يساوي اثنيا تان الفة ينزل تان البيتا البيتا عندك خمسة واربعين ناقص الفة لان احنا كوناها منها خمسة واربعين ناقص الفة فجيت عوضت يساوي اثنين على ثلاثة ووسطين بطرفين تان الفة في ثلاثة راح يصير ثلاثة تان الفة اثنيا في هذا المقدار اللي هو شنو عندك اثنيا في ثان خمسة واربعين ناقص الفة احنا طلاب احنا طلاب هذا تنزل لي يا هذا ثلاثة تان الفة ينزل ويساوي احنا طلاب راح استخدم قانون راح استخدم يا قانون راح استخدم قانون الفرق بين زاويتين للتان ويا لولا عند قوانين ما للضعف اللي اخذناه بالساين والكوساين العفو ما للعفو الزواية قانون الزواية الفرق بين زاويتين قياس زاويتين للساين والكوساين والتان إذا تتذكرون صح لو مو صح صح فهذا طلاب هذا المقدار أنزل طبعا هنا ثنيا أحسن أرجعك للقانون شن القانون عدي تان اكس ناقص اكس وان صح لو مو صح على ما أعتقد يعني هو هيش القانون بس خل نحفظها وبعد ينافجع لك هس رح أذكرك بالقوانين حتى يكون أفضل اتبهوا إياي أربعة أربعة حتى نعرف أن هذا المثال أربعة ونرجع له بعدين هس نرجع له نرجع هنا طلاب هذا اللي قوانين مهمة اللي يخذناها يا قوانين هذا قانون هذا شوف طلاب هذا اللي يخذناه بالمحاضرات السابقة تان اكس وان ناقص اكس تو شي ساوي لي ساوي لي تان اكس وان ناقص تان اكس تو على واحد زائد تان اكس وان في تان اكس تو هذا القانون واضح رح نستخدم هذا القانون ليش لأن عندي تان عندي ثنيا بالمطنية هسا وصلت عندي ثنيا تان خمسة واربعين ناقص ناقص الفا نقدر نستخدم هذا القانون واضحة بايبي هسا نرجع للسؤال ما لاتنا نرجع للسؤال ما لاتنا نكمله واضحة بايبي إذن هاي الثنيا تنزل ما لها علاقة تان خمسة واربعين ناقص فش تقول له هنا تقول له تان خمسة واربعين ناقص تان الفا يعني هيش القانون هذا هنا عندك اكس وان وهي اكس ويساوي ش تقول له هنا تقول له تان اكس وان ناقص تان ناقص اكس تو على واحد زائد تان اكس وان في تان اكس تو واضح هذا القانون فهنا ثنيا ما لها علاقة تنزل هاي الثنيا فهنا ش تقول له تقول له تان خمسة واربعين ناقص تان الفا على اش قد على واحد زائد تان خمسة واربعين في تان الفا واضحة بايبي تمام طلاب واضحة السه اللي جاي لأمور ان شاء الله واضحة فهذا طلاب نجي نكمل الحل مالتنا احنا طبعا هذا اش قد المقام مالته هذا المقام مالته واحد هذا المقام مالته اش قد واحد فهنا اش راح استخدم راح استخدم حاصل ضرب الوسطين في الطرفين راح يكون بهذا الشكل يعني هذا كله ينضرب هنا وهذا راح ينضرب هنا بس قبل كل شي قبل كل شي قبل لا نستخدم الوسطين والطرفين خلنا نمسحك وبعد الشغلة لازم نحسبها يا الله خلي نمسح هذا ما نحتاجه هسا عيفا هذا الوسطين انتبه عليه بالبداية نزل لي هاي بالبداية نزل هاي اللي هي ثلاثة تان الفة ينزل خد كسر او نعم خليه نزل هنا اثنيا تنزل تان خمشة واربعين هو واحد تان الخمشة واربعين هو واحد هاي نعرفها لازم انت تعرفها تان خمشة واربعين اش قد ينطيني واحد ناقص تان الفة تان الفة ينزل اوكي تان الفة شبي ينزل الانزل هنا الواحد مضروب بيمن مضروب مضروب بيمن بالتان خمشة واربعين او راح يصير زائد دير بالك نا عندك زائد نا راح يصير عندك زائد واحد او خلي نمسح هاي ليش هتجين ساخفر الله خلي نكملها هنا طلاب ثلاثة تان الفة يساوي هاي هنا خط كسر الثنية تنزل تان خمشة واربعين قلنا واحد ناقص تان الفة ينزل تان الفة ينزل واحد هنا ينزل زائد تان خمشة واربعين راح ينطيني واحد في مضروب بيمن مضروب بتان الفة اوكي فهسا طلاب هذا يعني يبين ضرب بالواحد هو نفسي تماما ما راح يأثر اوكي هسا هذا طلاب اش قد المقامالته مقامالته واحد فاش راح استخدم راح استخدم وصطين في طرفين راح استخدم وصطين في شنو في طرفين فهنا شنو عندي عندي ثلاثة في هذا هذا المقدار كله راح استخدم ثلاثة يعني شون هسا هنا عندك واحد شوف هنا راح أبسط لك ياه ثلاثة تان الفة مضروب في واحد زائد لانه واحد فيه تان يبقى تان مو تقل له واحد زائد واحد دير بالك مو واحد زائد واحد اثنين لا الأولوية للضرب يعني نضرب واحد فيه تان وبعضي النجمة يعني ما يصير فالواحد هنا ينزل واحد فيه تان 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 ألفة فهذا وزعه ش راح يصير عندك راح يصير تلاثة تان تان ألفة وزعه هنا راح يصير عندك شنو تان تربيع شنو طبعا هنا الثلاثة عندك ثلاثة Vamos ألفة واضح؟ هذا التوزيع مالته فمنتجي هنا توزع يساوي يعني من تجي تقول له ثلاثة تان الفة في واحد رح يصر عندك هاي المساحة ثلاثة تان الفة في واحد رح يصر ثلاثة تان الفة زائد ثلاثة تان في تان رح يصر عندك ثلاثة تان تربيع الفة ويساوي طبعا هاي الثنين هنا تتوزع رح يصر واحد في هذا المقدار كله بس هنا الثنين تتوزع رح يصر هنا الثنين ثنين فيه تان الفة رح يصر ناقص اثنين تان الفة هنا تحتاج عندك ترتيب هاي المعادلة هنا لازم شن رتب معادلتنا اوكي فهنا الثلاثة تان تنزل ثلاثة تان تربيع الفة ينزل اوكي تمام هذا طلاب هذا هذا المقدار هذا 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 من تحوله اللي جاي شي صير يصير موجب حوله اللي جاي رح يصير موجب وعندك هنا ثلاثة موجب رح شيصير عندك رح يصير عندك خمسة تان الفة حصير عندك شنو رح يطلع الناتج عندك خمسة تان الفة لانه هذا من تحوله شي صير يصير موجب هو سالب من تحوله لهذا الطرف شي صير موجب وعندك هنا ثلاثة موجب فرح يصير خمسة موجب تان الفة وهاي هنا حولها ثنيا فاش رح يصير عندك سالب ثنيا ويسا وصفر ليش أنا حولت هنا حتى نحلها بيمن نحلها بالتجربة واضح؟ نحلها بالتجربة إذن هنا رح يصير عندي حل تجربة نفتح قوسيا شي صاوي هنا عندك صفر هذا رح يكون موجب أو نخلي هنا سالب بالتجربة نحلها نحلها تجربة عاد Row إن شاء الله رح ناخذ حل المعادلات المثلثية إن شاء الله بعد هذا الموضوع رح ناخذ موضوع حل المعادلات المثلثية فهذا رح يكون هنا عندي سالب وهذا هنا موجب اوكي فهنا نزل تان او كبر شوي نكبر لني الاقواس راح ننزل هنا ثلاثة تان الفة ناقص واحد وهنا نزل تان الثلاثة زائد اثنيا شوف طلاب هسه تريد تختبرها شون هنا سويتاني ثلاثة تان الفة تربيع كتبت هنا ثلاثة تان الفة وهنا كتبت تان الفة اما الثنية جاءتني واحد في اثنيا طيب هسه شون يطلع عند الحد الوسط اضرب القريب في القريب راح يطلع سالب واحد تان الفة وهذا المقدار هنا في اثنيا راح يصير عندك ستة موجب تان الفة يعني القريب في القريب والبعيد والبعيد راح يطلع يشكل عندك موجب خمسة تان الفة يعني يطلع عند الحد الوسط اللي هو هذا عندك فهنا طلاب راح شا تقل لها تقل لها أما أو أما أما ثلاثتان ألفة ناقص واحد يساوي صفر هذا يؤدي إذن الثان ألفة يساوي لواحد على ثلاثة هاي الثان ألفة ليش؟ لأن الواحد من نحوله شي صير شي صير الواحد راح يصير موجب وقسم على ثلاثة راح يصير واحد على ثلاثة هذا طلاب راح نكتب يما يهمل هذا راح نكتب يما يهمل ليش يهمل؟ تعال لا راح شا تقل لها تقل لها تان ألفة زايد ثنيا يساوي صفر حول الثنيا راح يصير عندك تان ألفة يساوي صالب ثنيا وهذا يهمل ليش لأنه صالب وإحنا وين موجودين لأنه قل لك كل من ألفة وبيتها زاوية حادة موجبة فهنا ش طلع لي؟ طلع لي سالب فهذا مباشرة من تحولي فيها راح يصير سالب؟ إذن قل له يهمل أوكي؟ فهايهمناها هس ش طلعنا حبايبي؟ طلعنا تان ألفة إحنا شنو اتفقنا بالبداية؟ حتى نطلع تان اثنيا ألفة لازم شنطلع؟ لازم نطلع تان ألفة واضح؟ لازم شنطلع بعد؟ لازم نطلع تان البيتة تان البيتة ترجع لهاي العلاقة مالتك هاي حتى تطلعها اوكي؟ فهنا عندك شنو تان تان ألفة تان ألفة على ش قد على تان بيتة يساو اثنيا على تلاثة حس هذا يؤدي تان ألفة ش قد طلعنا واحد على تلاثة ونزل هنا تان بيتة ويساوي اثنيا على تلاثة واضح؟ هس هنا راح نضرب شنو وسطين في طرفين يعني هذا ينضرب هنا وهذا ينضرب هنا راح شو يصير عندك؟ راح يصير عندك اثنيا اثنيا تان بيتة يساوي نضرب هنا واحد على ثلاثة فيه ثلاثة واحد على ثلاثة فيه ثلاثة هاي الثلاثة تروح وي هاي الثلاثة؟ ش راح يبقى لك؟ راح يبقى لك تان راح يبقى لك تان بيتة يساوي شي ساوي؟ يساوي لك واحد واحد على ثلاثة ليش؟ لأن هنا بقى لك واحد وهنا ثلاثة احنا نريد تان بيتة فتقسم على ثلاثة راح تطلع عندك هاي النتيجة اللي هو هذا الحلمالته هس احنا ش طلعنا؟ طلعنا تان ألفة طلعنا تان البيتة فشون طلعنا تان البيتة؟ قلنا تان ألفة على تان البيتة تان ألفة اللي هو واحد على ثلاثة احنا طلعنا منا على تان البيتة ثنيا على ثلاثة يساوي لأنه يساوي ثنيا على ثلاثة وسطاني بطرف وين؟ راح يصير ثنيا فيه تان ألفة تان البيتة العفو واحد على ثلاثة فيه ثلاثة اختصر ثلاثة وثلاثة يبقى لي واحد فهنا احنا ش ريد؟ ريد التان البيتة قسم على ثنيا فهنا قسمت على 2 فبقال هنا 1 على 2 فهس طلاب طلعنا 2 الألفة وطلعنا 2 البيئة هس الروح نطلع 2 اثنيا ألفة و 2 اثنيا البيئة من يا قانون قانون الضعف قانون الضعف المن طلاب الضعف للتان اللي يخذناه تان 2 اثنيا ألفة يساوي اثنيا تان ألفة على شقد على واحد زائد تان تربيع ألفة هذا القانون اللي هو الخاص الخاص بيمن صح بس هنا الاشارة راح تكون سالب هنا الاشارة سالب العفو هاي الاشارة هنا سالب واحد ناقص واحد ناقص تان صح لولا نعم صح مضبوط فهنا طلاب شي تنزل مباشرة نزل هنا اثنيا في تان ألفة تان ألفة اشقد طلعناها تان ألفة واحد على ثلاثة هاي هنا واحد على ثلاثة خط كسر الواحد ينزل ناقص تان تربيع ألفة تربيحة راح يصير واحد على تسعة احنا صفي لياها انت تكملها احنا راح يصير ثلاثة راح يصير العفو اثنيا على ثلاثة يعني راح يصير هنا اثنيا اثنيا على ثلاثة او انا راح اصفي لك اياها افضل اصفي لك اياها على الجهة وانطيك الناتج مالتها تعال هنا هنا شقد عندك اثنيا على ثلاثة راح يصير لانه هنا المقامة واحد نضرب اثنيا في واحد على ثلاثة راح يصير اثنيا على ثلاثة هنا المقام شقد عندك المقام عندك واحد ناقص واحد على تسعة هذا نقدر نكتبه تسعة على تسعة اوكي تسعة على تسعة اذا راح شصير عندك راح يصير ثمانية على تسعة 8 على تسعة إذن الخط كسر 8 على تسعة ويساوي هذا هنا ثنيا على ثلاثة هذا القسمة تقلب إلى ضرب مع قلب الكسر الثاني هذا ينقلب 9 على ثمانية اختصر هذه بها واحد هذه بها ثلاثة هذه بها واحد وهذه بها أربعة إذن راح يطلع ثلاثة على أربعة صح لولا راح يطلع ثلاثة على أربعة إذن النتيجة مال هذا طلاب مال هذا 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 كله الكسر إيش قد طلعناها ثلاثة على أربعة نفس الحالة طلاب نقدر نستخرج هميا تان تان اثنيا بيتا هميا راح تطلع دنا بس تقيقة مضبوط هنا عدنا اثنيا تنزل مضروب التان تان يعني قلنا استخدم هذا القانون اللي هو اثنيا راح تقل له تان بيتا على شنو؟ على واحد ناقص تان تربيع بيتا بيتا واضح؟ تان تربيع بيتا أوكي ويساوي اثنيا هنا تنزل في اشقد عندك تان البيتا واحد على اثنيا خد كسر واحد ناقص تان تربيع تربيع البيتا هو هذا تربيع اشقد يطيك يطيك واحد على أربعة واضح؟ واحد على أربعة فهنا راح نوحد المقامات يعني هنا راح تختصر تختصر اثنيا واثنيا راح يبقى لك واحد فهنا تقل له واحد ناقص واحد على أربعة بالنتيجة راح تطلع هنا ثلاثة على أربعة مقلوبها راح تصير أربعة على ثلاثة واضح؟ راح تصير أربعة على ثلاثة واضح ابيبي اعرف انه هذا الحل ما اتصار مطول جدا بس شو سوي يعني انت انت يعني يجوز مباشر عقبة مطالبة بحل هذا السؤال يجوز يجيك بالامتحان بالشهري يعني ما معروف فاحنا اوكي الحل مطول وشوفه مزعج بس ما بيو شي يعني كلها معلومات احنا ما اخذيها وضابطيها مية بالمية هاي انا شرحت لك خطوة خطوة ان شاء الله انت فهمت الباقي بس مجرد تطلع ثان ألفة وتان البيتة وترجع تطبق قوانين الضعف الملتان وتستخرج واضحة بايبي اعتقد يعني هاي المحاضرة لهذا المثال نكتفي اعتقد يعني كلش كافي يعني وقته هنشوف الوقت مالته وذا هاي هو يعني رح نختم الموضوع طلاب العزاء طبعا قلنا نكملوا ياكم ناخذ سؤال الخامس ونختم هاي المحاضرة لان ذاك المثال شوية نعدي 24 دقيقة تقريبا فان شاء الله اخذ نكملوا ياكم هذا المثال ونختم هاي المحاضرة سؤال الخامس يقول اثبت انه كوت الفة على اثنين يساويلي تحت الجذر واحد زاد كوساين الفة على واحد ناقص كوساين طبعا اي نعم مضبوط ثم احسب كوت 15 درجة بدون استخدام الحاسبة شو طلاب احنا نعرف الكوت هو مقلوب التان التان هو شنو قانونه ساين على كوساين الكوت مقلوب التان رح يصير كوساين على ساين واضح الفكرة طلاب فهنا طلاب حتى نحسب هذا نستخدم القانون كوت مقلوب التان اللي هو اثنيا الفة على اثنيا يساوي خط كسر كوساين الفة على اثنيا على ساين الفة على اثنيا اوكي فحتى حتى نثبت انه هذا الطرف يساوي لهذا الطرف فراح استخدم قانون الكوت اللي هو مقلوب التان مقلوب التان هو كوساين على ساين اوكي زيان احنا راح اقل له بتربيع الطرفين احنا راح اقل له بتربيع بتربيع الطرفين احنا ربع ربع الطرفين فاش راح يصير عندي من ربع الطرف هذا ش راح يصير راح يصير كوت كوت تربيع وهنا عندي الفة على اثنيا يساوي خط كسر هذا تربيعه راح يصير عندي كوساين تربيع الفة على اثنيا وهنا عندي ساين تربيع ألفة على ثين أعيد لك يا طلاب بالبداية حتى أثبت أنه هذا الطرف يساوي لهذا الطرف أخذ الكوت الكوت هو قانونة مقلوب التان فرح يصير كوت ساين على ساين تربيع الطرفين هذا يتربع فهنا طلاب فش راح تستخدم قلبي ش راح تستخدم قانون نصف الزاوية اللي يخذناه بالمحاضرات السابقة قانون نصف الزاوية هذا قانون نصف الزاوية فش يصير يصير عندك واحد زائد كوساين ألفة كوساين شنو ألفة طيب أستاذ وين راحة هنا تعالوا يا أي وعنا ما أخذين عندك شنو عندك ألفة على ثنيا غير تضربها في ثنيا مالتها فهذا يروح ويا هذا فش يطلع ألفة فهذا السبب أنه من استخدمت هذا النصف قانون النصف فشون مثلا عندك اثنيا مثلا كوساين اثنيا ألفة فهنا من استخدمها قانون النصف فش يصير يصير عندك بهذا الشكل راح يصير عندك واحد زائد كوساين فضربها في اثنيا راح يصير أربعة ألفة على جقد على اثنيا واضح حبايبي فهنا ضربناها في اثنيا فصارت عندك بس الألفة تمام نفس الحال هنا هميا راح تقلنا بس هنا عندنا بالكوساين موجب وبالساين سالب فراح يصير هنا ناقص واحد ناقص كوساين هنا هميا ألفة يعني بالساين والكوساين نفس القانون بس الاختلاف راح يكون بالإشارات واحد موجب واحد سالب تمام تمام فهذا طلاب احنا شو نريد نريد الكوت نريد الكوت فهنا راح تقلنا بالجذر الطرف وين بالجذر الطرف وين راح يطلع عندك كوت كوت ألفة على اثنيا يساوي هذا تحت الجذر كله إذا انثبتت أنه هذا الطرف الكوت يساوي لي خط كسر واحد زائد كوساين ألفة على واحد ناقص كوساين ألفة واضحة بايبي ناقص كوساين كوساين ألفة إذا انثبتت أنه هذا الطرف يساوي لي هذا الطرف اللي هو نفسي تلولة ممتاز تمام يحتاج يعيدة لولة يحتاج بس مجرد أنه أجيب الكوت ألفة على اثنية نستخدم قانونه هو مقلوب التان مقلوب التان كوساين ألفة على ساين ألفة على اثنية طبعا هنا أقول له بتربيع الطرفين هذا يتربع وهذا يتربع هذا تربيع نستخدم قانون نصف الزاوية اللي هو واحد زائد كوساين ألفة هذا قانونه واحد ناقص كوساين ألفة هنا راح تقل له بالتربيع بالجذر التربيع للطرفين يعني هذا جذرة وهذا الجذرة هذا بالجذر يروح وهذا يبقى تحت الجذر إذن ثبتت أنه هذا الطرف يساوي لهذا الطرف تمام لولا دعش يريد من عندي يقول لي احسب كوت 15 درجة بدون استخدام الحاسبة إجي هنا كوت 15 درجة همين هنا طلاب راح شا سوي أستخدم همين المقلوب مقلوب التان همين أقل له هنا كوساين 15 درجة وهنا ساين 15 درجة نفس الطريقة اللي ميشيت بيمسا شوف من تريد هنا كوت هنا شو نعدي كوت اثنية الألفة هنا الزاوية ألفة ألفة على ثنية وهنا الزاوية شنو عندي 15 الزاوية عندي ألفة على ثنية وهنا الزاوية عنده شنو 15 فهنا طلاب هم راح أقل له بتربيع الطرفين هنا بتربيع بتربيع الطرفين بتربيع الطرفين هنا شو راح يصير راح يصير كوت تربيع 15 يساوي هذا راح يصير كوساين تربيع 15 وهنا ساين تربيع 15 فهنا ش راح أستخدم راح أستخدم نفس القانون اللي استخدمته هنا نفسيته فهنا ش يصير عندك راح يصير عندك واحد زائد كوساين فهاي الزاوية نضربها في 2 يعني 15 في 2 راح يطيك 30 قبل شوية هم الزاوية ضربتها في 2 اختصرت 2 و 2 تروح تبقى لبس الألفة نفس الحال هنا بس هنا راح يصير ناقص ناقص ساين تربيع ما بدون تربيع هنا عفو كوساين نفسيته بس الإشارة سالب بالكوساين موجب بالساين شكون سالب وهنا 30 هنا نزل الكوت تربيع 15 ويساوي الواحد هنا ينزل زائد ينزل كوساين 30 جذر 3 على 2 واحد ينزل ناقص وهنا هم ينجذر 3 على 2 هس هنا طلاب عندك هنا كوت تربيع 15 هنا تقلل بالجذر الطرفين الجذر الطرفين هذا طبعا يروح بالتربيع وهي التربيع يبقى لك كوت 15 ويساوي او هنا هنكتبه لك يساوي هذا منباشرة احنا هنحن راح يصير واحد زائد جذر 3 على 2 وهنا واحد ناقص جذر 3 على 2 هذا كله هذا كله تحت الجذور واضحة بايبي هذا كله تحت الجذور اوكي هذا بالنسبة للحل مالته بكل بساطة يعني ما بيه اي مشكلة بس هنا طلاب حتى طبعا اذا تريد تكمل ابعد يعني لازم توحد المقامات ببيناتهم حتى يكون حلك مضبوط 100% فهنا طلاب انتبهوا ياي هنا توحد المقامات ببيناتهم وراح يكون هنا ثنيا رح يكون اثنيا اثنيا هذا مقامة واحد اثنيا كم اثنيا اثنيا في واحد رح يكون اثنيا انزل هنا ناقص اثنيا كم اثنيا واحد في جذر 3 رح يكون جذر 3 نفس الحالة هنا هميا رح يكون هنا اثنيا اثنيا كم واحد بها اثنيا في واحد رح يكون اثنيا زائد وهنا عندك جذر اثنيا كم جذر اثنيا between 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 بين 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 مباشرة بقالك اثنيا ناقص جذر ثلاثة وهنا بقالك اثنيا زائد جذر ثلاثة هذا كله تحت الجذور هذا واضح هذا هو بالنسبة للحل معالته هاي واضح إذن هنا جذرت الطرفين حتى نطلع الكوت إذن الكوت هذا بالأخير الكوت 15 درجة يساوي لي يساوي لي تحت الجذور اثنيا ناقص جذر ثلاثة واثنيا ناقص جذر ثلاثة هذا هو بالنسبة للحل معالته هنا وصلنا وياكم إلى ختام محاضرة هذا اليوم إن شاء الله انتظرونا بالمحاضرة قادما نكمل وياكم حل التمارين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا منكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله المرجع الإلكتروني للمعلوماتية طريقك نحو المعرض ترجمة نانسي قنقر